طيب محمود نكمل تاني مواجهة بيتجيكا وانت قلت نقطة في منتهى الأهمية فكهة الاحتكاك الاستفادة وده كنت بتكلم فيه النهاردة في المقدمة ان انت ممكن تخسر من بيتجيكا ومش ممكن ده العادي ده العادي بزيطة طبيعي انت تخسر من بيتجيكا وممكن تخسر من بيتجيكا بنتيجة كبيرة كمان وبرضو في جزء من العادي يعني النهاردة زي ما اقول لأرجنتين والأمارات الارجنتين كاز بقى خمسة والأمور عادية والأماراتين بيحتفل وما فيش مشكلة بيتجيكا قبل ما نحكس عنه 2018 اخفض وانا بيتجيكا راح تسمي في النهار كاز بالتالي في العالم برضو عليك اخسرنا 3-0 مش مشكلة انه هنخسر عادي ما فيش اي مشكلة في ده مشكلة انت تبق تعلي رتمح تلككك باللعب العبا دي لازم تلعب في مستوى أعلى عشان تباني انها كويسة ما نجيش احنا معتقد او نبقى العيد بياخد سيد كبير واداء بالنواة كويس جدا في بطولات قندية او حتى في منطق مصر يلاعب بمطشات عادية وان نجي نحتاجك بحاجة كبيرة نتفاجة ان احنا في حتة هم في حتة تانية خالص لان فعلا بطولات القندية مؤخرا بقت ضعيفة جدا اغلب البطولات يعني لو مسكنا فرق فرق كده هتلاقي ان في فرق المغرب مثلا في غير الجمهور بتعاني فرق تونس بتعاني فرق الجزار بتعاني في اغلب الوقت القطن الكابلوري ومازينبي بسناق سنداونز اغلب الفرق عنده مشاكل فالاحتكاك ما بقاش قوي ممكن يبقى مطشة او اثنين في الموسم شحية تلاتة بالكتير لكن انا محتاجك ده كتير فده اتمنى ان احنا في كل توقف ده اللي نبقى فيه فرصة نعرب منتقال الكبيرة دي مهما كانت النتيجة بالوقت هنبقى مستونا احسن وهنقرب من الناس دي حلو خش بقى فنين عشان الوقت ما ياخدناش منتخب مصري ازاي يلعب قدام بالجيكا تشكيله وطريقة منتخب المصري انت داخل مباراة عمام المصارنا في التاني داخل مباراة قدام فريقي خلاص داخل على كاس العالم خلينا نبص الاول هو منتخب الجيكا ممكن يلعب ازاي حلو ونروح له منتخب مصري يلعب ازاي لانه النهاردة معظم المنتخبات الكبيرة لعبة مش كل المنتخبات لعبة بنفس المعنى راو بنفس الطريقة في منتخبات زي الارجنتين بدأت بالفول تيم وفي منتخبات زي المانيا رياحه اثنين تلاتة لعبة فكانوا شبه فول تيم وفي بعض منتخبات زي الكرواتيا ويلعب المنتخب السعودي النهاردة رياحه سي 7 لعبين في الشوت الاول اشترك منهم لوكا مقداريتش كفزيتش الشوت التاني في يعني فيه ماكس ما بين المنتخبات اللي بتشرك الفول تيم او التشكيل الاساسي اللاين Option فاحنا لو المنتخب اللاين ابل ازاي كلاب بالتشكيل الاساسي بتاعه وبالشكل المعاتل ده بيلعب 3-4-3 فانت احنا مطالبين في ظل قوة العناصر في خط وسط المنتخب البلجيكي بحاجتين مهمين جدا المطالبين ان احنا نقفل الاطراف فالطرفين لازم يكونوا اتنين لاعبين عندهم قدرات دفاعية جيدة الجناحين عندنا لازم يكونوا بيرتدوا بشكل جيد ده بمنتهى البساطة عشان اقدر يزاقف الاطراف لانه المنتخب البلجيكي لما بيلعب بالثلاثي اللي في الخط الخلف في دين دونكر والدفيلد وفيرتونخن بيحرر توماس مونيه وكراسكو بشكل كبير جدا فانت مطالب دايما انك تقفل الاطراف عشان دي طريقة لعب المنتخب البلجيكي سواء ب3-4-3 او ب3-5-2 اللي بقالجأوا لها في بعض الاحيان فانت مطالب الاثنين الظاهرين لازم يكونوا ظاهرين عندهم ادوار دفاعية جيدة الارتداد بتاع الاجنة هيكون بشكل جيد لو محمد صلاح وتريسجي اللي لعبه بكرة لازم الاثنين يرتدوا بشكل جيد لما تكونوا كرة مع المنتخب البلجيكي خط الوسط في وجود دي برايني ايدن هزار يوري تيليمنز اكزل فيتسل تكلمة الارتب رباعي مرعب يعني فانت مطالب برضو تلعب مش هقول لعبه بقى عندها قدرات دفاعية ومش هندافع بال11 لكن مهم جدا ان لعبه تكون قادرة تعمل الدرين عندها الفيزيك ده فانت متلعب بتلعب بثلاث لعبه في وسط الملعب يكون عندهم ده على الان يكون فيهم لعبه يقدر يعمل اللينكاب مع الثلاث الأمامي اللي انا شايف امام عشور يقدر يعمل ده وان كان يعني التحضير للمباراة مش امام هو اللي يبدأ لكن اللي هو في الكويت يعني في المعسكر لكن انا شايف انه امام اكتر حد يقدر يعمل اللينكاب ده في وجود ثنائية بانني حمد فاتحي او انني طريح حمد في وسط الملعب فانت مطالب انك تلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة لكن فيه لعيب من الثلاثة في وسط الملعب يكون مش اقول بلايميكر لكن يكون قادر على الربط ما بين الخطين ما في نفس الوقت عنده القدرة انه يرتد وفي الحالة الدفعية نبقى بنلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بالشكل ده فانا شايف انه احنا نلعب اربعة ثلاثة ثلاثة بالثلاثة في وسط الملعب لكن ما يبقاش النيني وطريح حمد وحمد يفتحي رغم انه الثلاثة ده الاقرب انه يبدأ لكن رأيي انه التلاثة تلاثة كتير كمان لو اكرم ومحمد حمد اللي بلعبوا ادوارهم دفعية اكتر انت كده بتدفع بعدك كبير جدا جدا وتضغط نفسك وقت طويل وابقى فيه عزل ما بين خط الوسط الثلاثة والثلاثة الملعب اللي ادوارهم اغلبها دفعية والثلاثة الامامي لو لعب تريزي جي ومحمد صلاح مع مصطفى محمد فانا شايف انه لازم العيب من خط الوسط يبع عنده بعض الادوار اللي يقدر يعمل بيها الربط مقوش التلاثة عندهم ادوار دفعية وما يلجأش انه يحاول لان ده كرهان كروش بمحمد النيني وما نجحش فاتمنى ان احنا نشتغل بالشكل دي